دان محافظ شبوة عوض بن الوزير جريمة استهداف الميليشيات الحوثية أفرادا من ألوية العمالقة في معسكر خمومة بصاروخ باليستي وخلال زيارته لجرح الحادث الذين يتلقون العلاج بالمستشفى العام ومستشفى عافية بمدينة عتاق وجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل كما ترحم ابن الوزير على شهداء الحادث مؤكدا أن شبوة ستصل إلى التحرير بدمائهم الزكية